بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الإنسان حين يخسر مطلوب منه الصبر لكن ماذا إذا كسب؟ ماذا إذا انتصر انتصاراً ساحقاً على أعدائه ماذا إذا كانت الأعداء قد هزموا هزيمة النكراء في معقل دارهم؟ كيف يتعامل الإنسان مع ابتلاء النصر؟ مع نشوة النصر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا القدوة والأسوة في هذا الموقف العظيم النفسي فقريش التي طاردت الرسول عليه الصلاة والسلام وقتلت أصحابه وترصدت لقتله وطاردته في المدينة وعرادت حربه وحاصرته وقتلت من أصحابه من قتلت حين جاء الفتح وجاءت اللحظة الكبرى لفتح مكة والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعد للأمر عدته ووضع خطته وحرك جيوشه وحاصر مكة وانتصر انتصاراً ساحقاً من غير تكاليف في خسائر قواته كيف دخل مكة؟ كيف تعامل مع هذه اللحظة التاريخية؟ هل تعامل بنشوة الانتصار فدخلها رافعاً رأسه؟ رافعاً أنفه على الآخرين؟ معلناً صغارهم؟ أم دخلها وهو مطأطئ الرأس؟ يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه أن من عليه بهذه البركة وكيف عامل أعداءه وكيف تسامح مع من ظلمه وكيف بدأ بداية جديدة مع مجتمعه الذي قاتله أين نجد الأسوة عند الانتصارات الكبيرة؟ الآن الإنسان ينتصر انتصار صغير فيشمخ ويرى الناس كلهم تحت أقدامه ويريد أن يفاضلهم ويريد أن يمن عليهم ويريد أن يذكرهم بكل ما فعلوه اتجاهه بينما الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولته المشروع اذهبوا فأنتم الطلقاء وأشد أعداء قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن هذه القضايا الكبيرة جداً المتعلقة بمعالجة حالة النصر وحالة النشوة والحالة التي يبتلى فيها الإنسان بغرور اللحظة كيف لنا أن نتعامل معها بما يرضي الله سبحانه وتعالى إذا لم نجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة